حقيقة قرار مسير للجدل أعلنته منصة إكسل التواصل الاجتماعي تويتر طبعاً زي ما أنتوا كنتوا بتابعوها سابقاً باسمها كانت إنها هتسمح رسمياً بنشر أي محتوى جنسي أو إباحي عبر منصتها يعني كارثة كبيرة جداً هتواجهنا خلال الفترة اللي جاية ليه لأنه أطفالنا والمراهقين بيستخدموا منصات التواصل الاجتماعي وهنا كل أب وأم يعني قدام تحدي وهو إزاي أمنع المواد الإباحية إنها توصل لإبني وبنتي يعني إذا كانت هي هتسمح بدا أو يعني لا تسمح بغض النظر لكن إحنا إزاي إحنا هنعمل إيه يعني إيه الموقف اللي إحنا هنعمله خليني أخد مدخلاً من مهندس أحمد ولي رئيس قسم نقل البيانات بأحدى شركات الاتصالات مساء الخير يا فندم مساء الخير يا فندم تحياتي لحضرتك وكل المشاهدين المحترمين أهلاً بحضرتك يعني كيف ترى هذا الخبر هو الحقيقة هو الخبر يعني هو بس هو اللي كل اللي عمل أنه حط تقنين الموضوع هو الناس بس فهمته غلط هو مش مسامح بالحاجة هو حطلها طولسي أو حطلها سياسي إن أي حد يحط محتوى زي كده زي ما يقوله كده لازم يحط عليه علامة من بره يبقى بلغ إن ده محتوى غير مناسبة بالتالي يتحط عليه علامة قبل الناس ما تخش عليه تبقى عارف إن ده محتوى غير مناسب زي مثلا كلمة الكبار فقط في الأسلام هو يعني مش تمح به هو يعني يقننه بس بالآخر لكن المحتوى زي ما حالك قلت في المقدمة طبعاً هي الفكرة صعبة جداً إحنا في مجتمع محافظ تعرف إن أنا عقلي عقلي وأنا بقرأ يعني عقلي ما أعايز يمسح مش يسمح يعني أنا عايز أستخدم يمسح مش يسمح طيب يعني بس خليني أقول حضرتك حاجة دلوقتي أنا الأطفال الصغيرين مش هيهموا مش هيقرأ كلمة للكبار فقط أو بالعكس لما بيلاقوا بيقولك مثلاً أدر سكستين أو أو أوفر سايتين أو يعني تحت ستاشرة بالعكس بيبقى عندهم فضول أكتر يعرف طب أنا ليه ما أدخلش فالطفل الطفل حيعمل إيه الطفل مش حينتبه قوي إن دي مش بتاعته ومش مسموح ليه هو حيدخل يفتح صحيح صحيح هيدي المشكلة كذلك ما حالك قلت في المقدمة يعني الأهالي ممكن سيطر على الأولاد لغاية مثلاً سنة 11 12 13 سنة بعد كده ببقى السيطرة عليهم صعبة ممكن إزاي الأهالي تتعامل مع هذا الموضوع إن هم أولاً يتأكدوا بس إن أولادهم ويفتحوا للحساب بتاع إكس أو تويتر يحطوا أعمارهم الحقيقة لأنه في حاجات كده كده تويتر مش بيسمح بيها أقل من عمره معين فلانا ابني وهو بيعمل الحساب بتاعه على تويتر لو كتب عمره الحقيقي إنه هو 7 سنين 8 سنين 9 سنين تويتر أوتوماتيك مش هتطلع له حاجات دي فأتأكد إن ابني هو بيفتح الحساب يحط عمره الحقيقيقي ما يحطش إنه عنده مثلاً 20 سنة وهو عنده 9 سنين يقوم كتب 20 سنة فيطلع له المحتوى الثاني الحاجة الثانية إنه فيه في الإعدادات بتاع تويتر أنا ممكن برضو أدخل على الإعدادات بتاع تويتر بتاع ابني اللي هو هيدخل عليه وفيه في الإعدادات قصة من أنا اللي هو الخصوصية وفيه حاجة اسمها آه يعني أنا أدخل على التليفون ابني وأشيل الإعدادات يعني أذبت أذبت أنا السنة طيب أنا عايز أقول لحضرتك حاجة الأطفال في المدارس معهم تليفونات صحيح وبيدخلوا هم نفسهم لو أنت سنت حاجة هو بيمنعها صحيح فيه بقى لو أنا أنا لو أزال حالك قلت أنا ممكن أدخل أغير أعداداتي وهو داخل تاني مغيرها مرجحها تاني ويفتح اللي هو عايز يفتح فيه تطبيقات تانية أنا ممكن أن أزلها من على المتاجر اللي هي جوجل بلاي والأبل ستور دي بتخليني بتمنع أي محتوى غير مناسب بأي شكل سواء ينظر في البحث مثلا بتاع جوجل أو بيظهر على التطبيقات أو هل ينفع كمان يا بش مهندس أنه يعني علشان ابني ينزل أي حاجة أو أي أكاونت يكون كل الحسابات بإسمي أنا فهو لما حينزل مش هارف ينزل لأنه لازم أنا اللي أحط الحساب أو أنا اللي أسمح بده فبالتالي هو ما يعرفش ينزل هو ده ممكن بس ده هينفع في بعض التطبيقات بعض التطبيقات تانية يعني حتى الحساب بتاعي فهو ممكن يخش تحت الحساب بتاعي برضو يعني يوصل اللي هو عايزه لكن أحسن حاجة أنا نزل تطبيق يمنع الحاجات دي أكت بس على أي مطجر اللي هو بارينتال كنترول تشيلدرين بروتيكشن أي حاجة الحاجات دي هيتطلع لي تطبيقات كتير في منها بفلوس في منها مجاني وفي تطبيقات بقى بس دي يعني ما معرفش الأجيال الجديدة هتتقبلها ولا لأ إن أنا أعمل فول كنترول على الموبايل بتاع ابني أنا شايف هو بيفتح إيه ومفتحش إيه كأني قاعد معا على الموبايل بالضبط فده لو عايز يعني أشدد الرقابة قوي ممكن أعمل كده بس أنا معرفش بقى يعني تربويا ده الأجيال الجديدة هتتقبلها لا والمشكلة كمان إنه فيه خليني أقول لحضرتك إنه أحيانا بتلاقي الأطفال هم اللي بيعملوا التطبيقات لأهليهم مش العكس طبعا يعني بتلاقي الأطفال الأجيال الجديدة ما شاء الله بالضبط هي هي اللي بتعرف تزبط أنا اللي عايز أتحكم تماما في الموبايل إيهني فيه تطبيقات ممكن نزلها كأني قاعد معا على الموبايل بالضبط أي حاجة هيفتحها أنا هعرفها أول بول أنا متابعه أنا مهتم أنا بشكرك شكرا جزيلا المهندس أحمد ولي رئيس قسم نقل البيانات بأحدى شركات الإتصالات إلا أنا أقدر أقوله لكم الحياة في مسألة لأنه فكرة أن أنا أمنعه الموبايل ما بقتش الحقيقة بتنفع لأن الولاد معاهم الموبايلات في كل مكان في المدرسة وفي الشارع وفي النادي زي ما احنا بنشوف لكن هي فكرة التربية فكرة أن أنا أتكلم مع أولادي فكرة أن أنا حتى أقوله يعني إيه خطورة أن أنا أتعرض له يعني هذه المواقع الإباحية يعني فكرة أن أنا أبقى في لغة حوار وأقوله والله لو شفت حاجة تعال أقولي لو الحاجة دي حدايقك تعال نشيلها سوى لأنه كذا وكذا وكذا وده مش حيبقى كويس لك لأنه هو ممكن يتعرض لحاجات كده من خلال تليفون صديقه أو من خلال أي مكان تاني فبالتالي هي فكرة الحوار في البيت هو الحوار في البيت هو الحامي الدائم يعني هو أفضل شيء وهو الحامي الدائم أكتر من المنع المنع بيخلي فيه رغبة عند بعض الأطفال وبعض الشباب المراهقين تحديدا أنه يبقى عايز يعرف هو ليه ممنوع أو عايز يشوف العالم ده فيه إيه أو إيه الحكاية خصوصا أن الدنيا مفتوحة جدا يعني إحنا عايشين في عالم مفتوح بشكل كبير ربنا يحفظ كل أولادنا فمش حينفع غير العيلة وخصوصا الأهالي البسيطة اللي لسه تعلمها بسيط اللي ما عندهمش إدراك هيبقى فيه أخت كبيرة متعلمة فيه أخ كبير متعلم فيه حد من أفراد العيلة الكبير متعلم أنا كنت بشوف الحقيقة حد من أفراد العائلات الكبيرة ياخد مثلا الأولاد ويقعد يتكلم معاهم ودلم إيه فممكن جدا المدارس تعملها مادات وتتكلم الحقيقة مع الأطفال بأنه ممكن نعمل إيه وما نعملش إيه كل ده شيء وارد هي فكرة التوعية والوعي كل ما كان عندنا وعي في التعليم أو في الإعلام زي ما بنكلم حضراتكم من أنتم تاخدوا بالكو أو في المدارس وحتى في النوادي مراكز الثقافية كل ده ممكن يساعد جدا الشباب بحيث يكون فيه نوع من الوعي ونعدي بيهم بسلام وأمان ترجمة نانسي قنقر